السلام عليكم ان شاء الله في هذا الفيديو سوف نشاهد معكم كيف نصوبه جيل فكسان او جيل اللي يتبط الشعر هذا الجيل يستعمل النساء والرجال يعني الولادكم والرجال اللي يستعملون جيل الزنقة شكرا لكم شعرهم لديك صغبة مخنوقة صغبة مخطونة ومن بعد الشعر يستعملون الرجال يستعملون جيد يستعملون جيد والشعر يستعملون المكونات الجيل تجدون كوارث كذلك لديك اللبنات او الانساء اللي تريدون يبوكري شعرهم كذلك تشريهم بالثامن تكونوا عامرين بمواد صعبة على الشعر فما بارك على الصحة انا سوف أردكم ان شاء الله في الفيديو الجاية سوف أردكم ما كنت أستعمل و ما كنت ألاحظ من بعد نضيف المكونات سوف نحتاج لاغونجواخ فهذا الجيل بالضبط سوف نحتاج سوف نحتاج كذلك 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 و ما كنت أستعمل بعد كذلك كانت كذلك كذلك لا يجعل كذلك لا يجعل الوجه للشعر هذا هو الدور سوف يحتاج لاغونجوان كيفما دائما وهذا الكوكوسيليكون في هذا الوجه يجعل هذه الضغبة أنها تكون مطلقة يعني لا يجعل لا يجعل لا يجعل هذا يمكنكم زيت البروكولي بحال بحال زيت البروكولي يمكنكم زيت زيت خرلا سوف يحتاج ماء مقطر أو ماء مكوشين مع هذا لذلك يجعل كيف نحن المكونات أو كيف نصاب هذا الوجه و بالضحاف سوف تقريبا 30 جرام من الماء تقريبا يجعل هذا الذي نقوم في الأخر لكي تقريبا الشعر لديكم هذا و لديكم لديكم الضغبة ورائح سوف أتقسم معكم في الفيديو القادم إن شاء الله سوف نقوم تقريبا 1.5 جرام 1.5 جرام 1.5 جرام لدي لدي لا أعرف ما سوف تقريبا 1 جرام 1.5 جرام 1.5 جرام 1.5 جرام لا تقريبا لا تقريبا 2.5 جرام لا تقريبا سوف نقوم لدينا الناس سوف نقوم دائما 1.5 جرام لا تقريبا لا تقريبا سوف نقوم معداج من أجل سوف نخلط سوف نخلط سوف نخلط سوف نخلط سوف نخلط سوف نحرك سوف نحرك إذا كانت عاقدة جدا سوف نضيف الماء سوف نحرك سوف نحرك سوف نعاقدة جدا لا أريد أن تكون في حلقة اضع الماء سوف نضيف الماء اضيف الماء لا بإضافة لا يجب أن تكون حلقة لا يجب أن تكون خفيفة في الماء سوف نكون بين نضيف الماء ورغم ذلك سوف نزيل هذا الماء يعني بدأت 30 جرام ونعرفت سوف نزيل الماء ونعرفت سوف نزيل الماء ونظروا ماذا تريدون هذه هي تجريبات تجريبات كل شعر وكيف وما تقوم بها تقيلة بكثير سوف تخلق سوف يجب منظر جيد ونظروا ماء لا يوجد منه لا يوجد منذ وضع السفل سوف نضيف سوف نضيف يجب أن تشعر البطار و الأنمال كما ترون إذا لاحظتم فيها هذا لا تدوب في ساعة خاصة الوقت تجعلها ترتاح إلى الدوب كما ترون فيها تجعلها قليلاً تجعلها حبيبات لا تدوبة لا أعلم أن ترونها سأجعلها وزد الماء قريباً لقد وصلت إلى 100 غرام فهمتوا؟ على حسب أن هذا هو تكستور ولكن هذا هذا القرامج من الكوكو سيليكون براكة فهمتوا؟ براكة لأن الشعر ستدوم لا تدرب في الأطراف لا تدرب في الجذر إذا كان لديها شعر مية دم سيصد لها المسام سيصد لها نجعلها تدوب جيد هذا القرامج هذا القرامج يجعلها تدوب جيداً في الماء وفي الزيوت وبعدها نزيد الماء الحافظة ونرى تكستورة كيفية وإن شاء الله نرى تكستورة كيفية وإن شاء الله وإن شاء الله وإن شاء الله يجعله ويجعله ويجعله لا ستعرف كيف ستصلح إلا إذا جربت هذه قاعدة معروفة وإن شاء الله أدوبتها وكذا ما كان بالقرامج التي قمت بها في الفيديو كان هذه القرامج ونضع القرامج في حالها غير مكونات أخرى في حالة زينة إذا كانت إذا كانت تتقسيم بأن أعجبكم هذا ويجعلون مكونات لأزيدكم وإن شاء الله أضعوا أحضروا الشعر البوكلة نتقسم معكم حتى الضوء أو الضوء هذه القرامج التي ستحضلها كانت كامل مرة أضع ومرة أضع ومرة أخرى ودخل كانت القرامج اضغطها كما قلت لكم هي الأولى كيف لا يمكن هذه الغوطيني لكي لكي تبكي عرية دائما لذلك دعونها ترتاح إذا كانت توجد هذا نريكم الغازويتا فينا عندما تردتها ترتاح سوف تقريبا سوف نزيد سوف نزيد 20 نقطة من المضة الحفاظة ونحرك جيدا سوف تردت كيف يأتي سوف يأتي سوف يأتي الانجل لا تقريبا لا تقريبا لا تقريبا هذا على الصوبة لأنه صافر يبدو جيد لأنه يوجد مضة الحفاظة سوف يأتي الانجل فكسو احترافي فكسوني سوف تقريبا 6 شهر على حسب الظروف تخزين كيف يقول سوف تقريبا سوف تقريبا سوف تقريبا سوف تقريبا هذا هو الفيديو اليوم هذا هو الفيديو كيف تقريبا لديكم استفسارات سوف تقريبا سوف تقريبا سوف تقريبا لا تنسوا انكم تشتركوا في الانستغرام اذا كنت تقريبا اذا كنت تقريبا لا تريد تقريبا سوف تقريبا انستغرام سوف تقريبا سوف تقريبا سوف تقريبا سوف تقريبا لا تقولوا لا تقريبا لا تريد وقت سوف تقريبا لدي الوقت لدي الوقت هذا هو شكرا على الدعم شكرا على التتابع السلام عليكم شكرا